دلوقتي ليه مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد مع مرسلنا مينا مهر ولقاء مع سيادة اللواء محمود الفشاوي مدير فارع النادي الاهلي في الشيخ زايد مينا بصبح لك في البداية وصبح لنا على سيادة اللواء طبعا صباح الخير نهوان صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعة قناة النادي الاهلي في كل مكان تحياتي لكابتن خالد فاروق ومحمد عمرو ببركلكو طبعا على بطولة الدورة يمكن سنة 2020 كانت سنة بدايتها صعبة جدا على كل الشعب المصري ولكن سرعان ما رجعت الحياة مرة تانية بالتدريج ومع احترام كافة الإجراءات الاحترازية يمكن كانت بداية الفرحة لكل جماهير النادي الاهلي بافتتاح قناة النادي الاهلي بكل جماهير النادي الاهلي وباسم النادي الاهلي ويمكن بعد كده قدر فرق النادي الاهلي هتدخل الفرحة جوى قلوب كل الجماهير وأحراز ثلاثية بطولة كأس أفريقيا وأيضا دوري مصري وكأس مصر وأخيرا يمكن كانت مسك الختام مبارح وأول لملوك وملكات النادي الأهلي كرة السلة قدروا يحرزوا بطولة دوري المرتبط ببرك لهم طبعا على الفوز القوي جدا يمكن بقى للحديث عن النادي الأهلي هنا بالشيخ زايد فيه عدة أنشطة وعدة إنشاءات كبيرة جدا يمكن البدء في عمل ثلاث صلاة للإسكواش والجنباز والكاراتي وأيضا إنشاء منطقة ترفيهية للأعضاء والبدء في إنشاء ملاعب لأكاديميات النادي الأهلي للحديث باستفادة عن مقار النادي الأهلي بالشيخ زايد هيكون بيشرفني اللواء محمود الفشاوي مدير مقار النادي الأهلي في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي عايز أعرف من حضرتك يعني إزاي على مدار السنة قدر النادي الأهلي أنه يوفر إنشاءات وأنشطة جديدة لجميع الأعضاء سبع الخير نهواند سبع الخير على ضيوفك كل صانتو طيبين الحالة النادي الأهلي بواجه عام طبعا بطلات وإنجازات كتير قوي طحية ثلاثية في طفرة في جميع الإنشاءات فرع الشيخ زايد كان لدي نصيب كبير من هذه الطفرة إحنا بدأنا إحنا عندنا النهاردة بدء في إنشاء وافتتاح مجمع البنوك ثلاث بنوك بنك مصر بنك القاهرة البنك الأهلي وإصدار ترخيص والبدء في العمل في منطقة جديدة يعني هتقرب المنطقة اللي احنا قاعدين في أول النادي تتنشع فيها طلت صلات كبار صلات سكواش دولية وتحتها وموجود معها صلات تنس طولة صلات جنباز صلات كاراتي وفيهم جم ومنطقة طرفهية ومكان لجلوس الأعضاء وبركا للأعضاء ومنطقة فوت كورد نادي تا يعني إنشاءات قد اللي اتعملت شغالين فيها تاني حاجة برضو البدء في الإنشاء وإصدار الترخيص وإنشاء ملاعب للأكاديمية بباب رئيسي على الطريق الصحراوي ومبنى اجتماعي أنا يمكن بقول تملي إنشاء الترخيصات أو إصدار الترخيصات لأن الموضوع كان صعب جدا يمكننا نحن مش عايزين نوركا الجهاز الشيسي بسبب أن كل حاجة تم التخطيط لها ما كانتش في مكانها فإعادة إنشاء الترخيص وده كان فيه دور كبير أول مجلس إصدارة النادي أهل بخاطر كابتن محمود الخطيب للإصدار الترخيص وده كان موضوع صعب جدا ومش بس كده في الإنشاءات ومبنى اجتماع جديد ومبنى أكاديمية بباب لوحده إحنا كان عندنا مشكلة في حمام السباحة ومحدش يخفى على حد إيه المشاكل لحمام السباحة لكن كانت الأعضاء عندها مشكلة في موضوع الغليات وتسخين المية بقرار من مجلس الإضارة باقترب من مليون جنيه يقارب مليون جنيه تطوير مجمع السباحة وإنشاء الغليات وتطوير الغليات بحيث إن ما بقاش فيه شكوى الأعضاء من موضوع تسخين المية في على البدء في إصدار عمل الترخيص أو في فرع الأستاذ النادي الأهلي اللي حلمي بتاع الجمهوري النادي الأهلي فماشيين في موضوع الترخيص مجلس الإضارة طبعا وفي حاجات كتيرة قوي كتير على إنشاء البنك الشهر العقاري وكابتن الخطيب كان بيكلم وزير العدل تمالي وكان من أول مبارح المستشار محمد المعتس سجيل تاني عشان يعين الشهر العقاري وإن شاء الله يكون في الوقت القريب مفتوح في حاجات كتير قوي بقى على المستوى يعني إحنا بدهدين هنا في الفرع نصدر السجيل المدني بطاقات شهادات ميلاد البطاقة الرقم القومي تيجي تصورين وتطلع حاجات كتير أوفل لحاجات خدمية طيب عايزة أعرف من حضرتك يمكن الحلم الأقوى والأكبر لكل جميع النادي الأهلي هو إنشاء أستاذ النادي الأهلي يمكن كان في البدء وخلاص إنشاء أصدار الترخيص لإنشاء أستاذ النادي الأهلي والله هو في معاينات كتير طبعا المجلس أدار الترخيص الأهلي برياسة كابتن محمد القاطيب هو متابع الموضوع ده بيجي كل لجان من قوات المسلحة هي تعملات المنتهية المركزية هي تعملات القوات المسلحة علشان الحتة المسلحة هنا في الشيخ الزايد في مشكلة في موضوع الارتفاعات فيه لجان كتير قوي وكابتن الخطيب متابع الموضوع بنفسه وفعلا جاد لجان من هي تعملات القوات المسلحة ويبدأوا يحددوا الحتة اللي هي تقدر يصدر ترخيص لإنشاء أستاذ النادي الأهلي وده حلمنا كلنا إن شاء الله يكون يعني خلاص الحمن بتاع جمهورينا هذه الأهلي وجميع العموية لنادي الأهلي اتحقق إن شاء الله بإنشاء الأستاذ إن شاء الله ده كان لقائي مع سيارة اللواء محمود الفشاوي مدير مكر نادي الأهلي هنا بالشيخ زايد كل سنة وإنتم طيبين وكل سنة وكل الشعب المصري وجمهير الكرة المصرية بخير الكلمة ليك يا ناواند عودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو أنا بشكرك جدا يا مينا ولقاء أكتر من رائع وشكري لنا سيادة اللواء وعايزة أتطمن منك كما تكون رايح تسهر يبكرة يا مينا في حتة أنا آسف الصوت ناواند طيب على كل حال بعد الهوى إن شاء الله شكرا لك يا مينا ترجمة نانسي قنقر